قل وزير الخارجية سعود عادل جبير أن أزمة قطر أمر صغير جدا وتوجد أمور أهم من ذلك مشددا على أن مطالب الدول الأربع تتلخص في ستة مبادئ لكن القطريين ينكرون وجود أي مشكلة لديهم ويجب عليهم أن يتركوا مرحلة الإنكار ويبدأوا مرحلة إعادة النظر وحل مشاكلهم ما تعيشه قطر من أوهام وأحلام هو ما كان سببا فيما تمر به من أزمة صعبة لا سبيل لها من الخروج منها سوى أن تصحو من غفلتها وتعود إلى جادة صوابها فتلك الأوهام هي التي سوغت لها أن تتدخل في شؤون الدول وتتآمر على أشقائها وذلك ما أودى بها إلى هذه العزلة السياسية وخلال هذه الأزمة التي لا زالت تعيشها قطر للشهر السادس على التوالي أوضح المسؤولون في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن الأزمة مع قطر هي أزمة صغيرة جدا إذا ما قورنت مع حجم الملفات الاستراتيجية السياسية والعسكرية والأمنية المطروحة على الساحة والتي من غير المنطقي أن لا يتم التعامل معها وفق ما تقتضيه احتياجاتها وذلك لا يعني بأن قطر تترك لتعبث في أمن الدول العربية دون رادع يضع لسياساتها حدا واضحا وقد نبهت قطر وحذرت وقوطعت ولكن ذلك لم يثنيها عن أفعالها وسبق وأن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن الأزمة مع قطر صغيرة جدا جدا وأتبعه تصريح وزير الخارجية السعودي بأن أزمة قطر صغيرة ويجب التركيز على الملفات الأهم في الوضع الراهن وهو عادل الجبير عاد ليؤكد من جديد أن أزمة قطر أمر صغير جدا وتوجد أمور أهم من ذلك كالخطر الإيراني على الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والأزمة السورية وليبيا واستقرار اليمن والتنمية الداخلية وتطبيق رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية تصريحات الجبير جاءت على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية بالقاهرة أكد خلالها أن دول المقاطعة أرسلت رسالة لقطر بأن تلتزم بعدم دعم الإرهاب وتمويله وكانت مطالب الرباعي العربي تتلخص في ستة مبادئ لكن القطريين ينكرون وجود أي مشكلة لديهم وأن الدول الأربع تطالبهم بأن يتركوا مرحلة الإنكار ويبدأوا مرحلة إعادة النظر وحل مشاكلهم الجبير عاد ليؤكد للدوحة بأن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب موقف ثابت لم يتزحزح قيد أنملة عن محاربة الإرهاب ومن يدعمه ويحتضن قادته على رأسهم قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابي وللدول معايير ومقاييس تعرف بها مراكز القوى والاهتمام والتركيز وها هي قطر باتت تدرك حقيقة حجمها وما لها من دور هامشي في تقرير مصائر الشعوب العربية وما إن كانت قادرة على الخروج من أوهامها وتصحيح مسارها في العودة إلى حضنها العربي والخليجي